بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نصل اليوم إلى هذا النشاط في إطار مكون التعبير والإنشاء كل ذلك في إطار برنامج اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم العدادي إذن عنوان هذا الدرس بالنسبة في ضمن مكون التعبير والإنشاء التدرب على إصدار حكم قيمة على عمل إبداعي إذن هي مهارة النقد والحكم إذن مهارة النقد والحكم التدرب على إصدار حكم قيمة على عمل إبداعي إذن التعريف بياتي المهارة مهارة إصدار حكم قيمة إذن التعريف بالمهارة النقد النقد هو ذكر إيجابيات أو سلبيات العمل الإبداعي من خلال التمييز بين الجيد والرديء ومكام القوة والضعف فيه ويعني أيضا النظر في قيمة العمل الإبداعي وتثمينه عبر إعطائه مكانة وسط غيره من الأعمال الإبداعية الأخرى وعموما فالنقد هو فحص العمل الإبداعي وتمحيصه قبل الحكم عليه لكن طبعا عملية النقد هذه تقتضي توفر تقافة واسعة لهذا الناقد تقتضي توفر تقافة واسعة تمكنه من إصدار حكم نقدي على أمر ما ذكر الإيجابيات والسلبيات في عمل إبداعي دائما عملية النقد هي توجه للأعمال الإبداعية هذا بالنسبة للنقد الحكم ما هو الحكم؟ الحكم هو إبداء الرأي حول موضوع معين مع تدعيم هذا الرأي بالحجج والبراهين والأدلة المناسبة إنه نتيجة مترتبة عن النقد بعد فحص الحكم وتمحيصه إذن عندما نمارس النقد يعني وندكر إيجابيات وسلبيات عمل معين عمل إبداعي معين إذن نصدر حكما على هذا العمل نصدر حكما يعني هو نتيجة نتيجة مباشرة لعملية النقد نصدر حكما إذن الحكم إما بأن هذا العمل يعني له قيمة أم ليس له قيمة يعني هذا هو الحكم حكم قيمة يعني إما العمل له قيمة إبداعيا فنيا حقيقيا أم ليس له قيمة يعني هذا هو المقصود لكن لا أدري بالنسبة لمستواكم هل راكمتم هل راكمتم إمكانيات تقافية مهمة في الواقع نعم لما لا أنتم طيلة ثلاث سنوات تعرفتم على المجال المجال الاجتماعي والاقتصادي تعرفتم القيم الإسلامية تعرفتم على المجال هناك مجموعة من المجالات مجال القيم الإسلامية القيم الوطنية والإنسانية المجال الحضاري المجال الاجتماعي والاقتصادي المجال السكاني والآن المجال الفني الثقافي كل هذه المجالات رأيتمها في السنة الأولى مستوى بسيط في السنة الثانية مستوى المتوسط في المستوى الثالثة مستوى جيد من ناحية كمية النصوص التي تعرفتم عليها إذن كل هذه الأمور تجمع على ذيكم كم يعني كم لبأس به من المعلومات التقافية والمعلومات التي قد تجعلكم قادرين على إصدار حكم يعني قد تجعلكم قادرين على ممارسة النقد على عمل ما وبالتالي إصدار حكم على ذلك العمل هذا التعريف بالمهارة خطوات المهارة لدينا نص الانطلاق دائما نص الانطلاق المرأة والثقافة هذا نص الانطلاق كثيرة هي الكتابات التي تشارك في رسم صورة مختلفة عن المرأة وتساهم في تعطيل طاقاتها ونزع إنسانيتها عنها ومن هذه الكتابات المجلات النسائية التي تقصر هموم المرأة في طبق الأسبوع وفستان الموسم وتدعوها إلى قضاء أوقات فراغها في صنع المربى أو الاستمتاع بحكايات الفارس القادم على حصان أبيض هذا النوع من الصحافة رديء ينطلق من تمثل سلبي للمرأة لأنه لا ينظر إليها ككائن متكامل الشخصية إن المرأة كائن يقرأ ويستفيد من الثقافة كما يستفيد الرجل والمرأة مهندسة ووزيرة وطبيبة ومدرسة لكن هذه المجالات لا ترى فيها إلا لعبة جميلة أو عقلا قاصرا عن الثقافة إن المطلوبة هو أن تترفع الصحف والمجلات إلى مستوى هموم المرأة المثقفة وأن تحاول بصدق وأمانة رفع مستوى المرأة العادية ليكون لها وعي بهموم بلدها وطموح للارتقاء فكريا والمساهمة بالتالي في قضايانا المصيرية إذن هذا النص لأم أكثم أقصر السبل الاحتجاج عن كتاب بدور الصحراء لعائشة الصليقي إذن هذا هو نص الانطلاق الفكرة المحورية للنص انتقاد الكاتبة للمجلات النسائية التي تنظر باستلبية إلى المرأة ودعوتها إلى الاهتمام بقدراتها الثقافية ووعيها بهموم بلدها القراءة التحليلية الفكرة المرفوضة والمقترحة مع الحجج والبراهين إذن ما هي الفكرة المطروحة في هذا النص؟ الفكرة المرفوضة هي رسم صورة سلبية عن المرأة وتعطيل طاقاتها ونزع إنسانيتها هذه هي الفكرة المرفوضة الحجج والبراهين الحجج والبراهين التي تم تقديمها في هذا النص تقديم الأمثلة ومن هذه الكتابات المجلات النسائية المرأة المهندسة وزيرة وطبيبة ومدرسة إذن هنا أمثلة تقديم أمثلة كذلك التعليل التعليل لا لأنه ينظر إليها إلى كائن متكامل الشخصية إذن هذا التعليل كذلك التأكيد باستخدام إن التوكيدية إن المرأة كائن إن المطلوب هو كذا وكذا إذن هذه الفكرة المرفوضة الفكرة المقترحة ما هي الفكرة المقترحة؟ هي ارتقاء الصحف والمجلات إلى مستوى هموم المرأة المثقفة وتوعيتها هذه هي الفكرة المقترحة الألفاظ والعبارات الدالة على النقد والألفاظ والعبارات الدالة على الحكم إذن هناك الألفاظ والعبارات الدالة على النقد رسم صورة مختلفة عن المرأة وتعطيل طاقاتها نزع إنسانيتها تقصر هموم المرأة إلى آخره كذلك هناك الألفاظ والعبارات الدالة على الحكم إذن هذا النوع من الصحافة رديء إذن هذا حكم هنا يعني هنا حكم يعني فعلا قامت قامت بنقد أعمال هذا الصحافة مثلا يعني نلاحظ في الفقرة الأولى من كثيرة هي الكتابات إلى حصان أبيض يعني هذا نقد كله نقد ثم في الأخير وضعت حكما هذا النوع من الصحافة رديء هذا حكم إذن أعطته قيمة هذه الصحافة ما قيمتها بالنسبة إلى هذه الكاتبة هي صحافة رديئة إذن هنا أعطت حكما يعني بعد القيام يعني بإعطاء مجموعة من النقد لشيء ما في الآخر ذلك النقد تعطي الحكما هذا النوع من الصحافة رديء إذن هذا حكم إذن هذا هو الألفاظ والعبارة تدل على الحكم كما قلت هذا النوع من الصحافة رديء إذن التصميم الذي اعتمدته الكاتبة في نص الانطلاق إذن نلاحظ معا التصميم إذن خطوات تصميم أولا النقد والاستدلال عليه حيزوا داخل النص كثيرة هذه الكتابات التي تشارك في رسم صورة مختلفة عن المرأة وتساهم في تعطيل طاقتها والنزع إنسانيتها عنها ومن هذه الكتابات المجلات النسائية التي تقصر دور هموم المرأة في طبق الأسبوع وفستان الموسم وتدعوها إلى قضاء أوقات فراغها في صنع المربى أو الاسمتاع بحكايات الفارس القادم على حصان أبيض إذن هنا نقد نقد ثم الحكم والاستدلال عليه الحكم هذا النوع من الصحافة رديء هذا حكم حكم أنه رديء ينطلق من تمثل ثم الاستدلال على الحكم يعني استدلال على الحكم يعني تعليل على الحكم ينطلق من تمثل سربي للمرأة لأنه لا ينظر إليها ككائن متكامل الشخصية إن المرأة كائن يقرأ ويستفيد من الثقافة كما يستفيد الرجل والمرأة مهندسة ووزيرة وطبيبة ومدرسة ولكن هذه المجرات لا ترى فيها إلا لعبة جميلة أو عقلا قاصرا عن الثقافة إذن هذا استدلال على الحكم الحكم هو هذا النوع من الصحافة رديء والاستدلال عليه هو ما بعد ذلك ثم اقتراح البديل أو الحل إذن هنا هناك إضافة وهو اقتراح البديل أو الحل أنتم مطلوب منكم فقط أن نقضوا الاستدلال عليه والحكم فقط لكن هنا يعني هناك إضافة وهو اقتراح الحل البديل أو الحل هذا ليس مطلوبا منكم إن المطلوب هو أن تترفع الصحفة والمجلات إلى مستوى هموم المرأة المثقفة وأن تحاول بصدق وأمانة رفع مستوى المرأة العادية ليكون لها وعي بهموم بلدها وطموح للارتقاء فكريا والمساهمة بالتالي في قضايانا المصيرية إذن هنا الكاتبة تقترح البديل تقترح البديل وهذا ليس مطلوبا منكم أنتم إذن أخيرا كاستنتاج الخطوة الأولى يعني الخطوة الأولى في عملية النقد والحكم الخطوة الأولى توجيه النقد والاستدلال عليه يمكن أن يكون النقد بذكر السلبيات فقط كما في النص الانطلاق أو بذكر الإيجابيات أو هما معا هذه الخطوة الأولى النقد وعملية النقد يعني كما واضح هنا يعني إما تكون السلبيات يعني وعداء ذو العام وإما تكون إيجابيات حتى عندما تذكر إيجابيات شيئ ما فأنت تنقضه بشكل إيجابي الخطوة الثانية إصدار الحكم والاستدلال عليه ويكون الحكم بالعبارات من قبيل جميل قبيح حسن سيء صحيح خاطئ إذن هذا إصدار الحكم والاستدلال عليه ثم لدينا الخطوة الأخيرة الخطوة الثالثة هي اقتراح البديل أو الحل اقتراح الحل أو تأكيد الحكم السابق إذا رفضنا العمل الإبداعي في البداية أو اقتصرنا على سلبيته فإننا ننهي الموضوع باقتراح حل البديل وإذا أيدنا العمل الإبداعي واقتصرنا على إيجابيته فإننا ننهي الموضوع بالتأكيد على هذه الإيجابيات أما عندما نجمع بين الإيجابيات والسلبيات في نفس الموضوع فإننا نقترح حلا توفيقيا إذن كذلك هذه الخطوة الثالثة بالقيام بها إذن بهذا نكون قد يعني هذا هو المهارة إصدار حكم إصدار حكم قيمة على عمل إبداعي إذن أشكركم على حسن ستبعكم أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم ونلتقي مع عرض جديد شكرا